بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل إنه سميع مجيب وفي هذا اللقاء سوف يكون هناك تعليق على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذلك وأن يجعله من العلم النافع إنه سميع مجيب وهذا الحديث حديث عظيم يعتبر أصلا من أصول الإسلام في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمل على أغلب مسائل الحج وأحكامه وقد استخرج منه بعض أهل العلم ما يزيد على مئة وخمسين فائدة بل قال القاضي عياض رحمه الله ولو تقصي لزيد على هذا العدد قريب منه وهذا الحديث رواه بتمامه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ورواه مقطعا في عدة مواطن الإمام مالك والإمام البخاري والإمام الترمذي وأورده الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام مختصرا ونحن سنستعرض هذا الحديث بطوله ونعلق عليه بما يناسب المقام بعون الله وتوفيقه والحديث رواه جابر رضي الله عنه بعد أن عمي قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله هذا المقطع من الحديث يؤخذ منه عدة مسائل المسألة الأولى قول جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما أمره الله عز وجل به ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج لأنه لم يؤمر بهذا مع محبته صلى الله عليه وسلم للحج فهو من ملة أبيه إبراهيم عليه السلام ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمره الله عز وجل بذلك وهكذا المؤمن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ويدور مع الأمر والنهي كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا هو منتهى التعبد والانقياد لله سبحانه وتعالى والاستسلام لأمره ونهيه أيضا يؤخذ من هذا الحديث مسألة أخرى أو يؤخذ من هذا المقطع مسألة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة مع أن الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله ولأجل هذا أخره مع قدرته عليه لأن هذا من المسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وقد أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى الطاعة فقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له بعد زمان الوجوب عليه فلهذا يجب عليه أن يبادر بالطاعة متى قدر على ذلك وهذا القول هو أقرب القولين وبناء على هذا فإن من أخر الحج ومات وهو لم يحج يكون آثما يجب على ورثته أن يخرج من ماله إن ترك مالا ما يحج أو ما يحج به عنه ويكون هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج إلى السنة العاشرة لسبب وهو حتى لا يرى منكرا في المسجد الحرام فإن المشركين كانوا يلبون بالشرك حول الكعبة المشرفة فيقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويلبون بهذه التلبية في المشاعر ويطوفون بالبيت عراه فأراد أن يؤخر الحج بعد زوال هذا المنكر وأجاب بعض أهل العلم بجواب آخر وهو أن الحجة التي كانت سنة تسع وهي التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في شهر ذي الحجة وإنما كانت في شهر ذي القعدة وذلك لأن المشركين كانوا ينسئون الأشهر الحرم يعني يؤخرونها عن وقتها كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر فهم كانوا يؤخرون الأشهر عن وقتها فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ووقعت حجته صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة وهذا يبين لنا عظيم ما أدخله المشركون في دين الله سبحانه وتعالى من الفساد والتغيير وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله حتى بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القيم والملة الحنيفية فأصلح الله سبحانه وتعالى به الفساد وأقام به العوج كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم يقول ابن تيمية رحمه الله معلقا على قوله في الآية الكريمة ذلك الدين القيم يقول فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم ليس قيما لما يدخله من أو لما يدخله من الانحراف والاضطراب انتهى كلامه رحمه الله أيضا من المسائل التي تأخذ من هذا المقطع أنه يستحب للإمام أن يؤذن الناس ويعلمهم بالأمور المهمة ولا سيما في العبادات وذلك حتى يتعهب لها ويستعد ولهذا ذكر العلماء لأن الإمام إذا لأمر الناس بصلاة الاستسقاء فإنه يستحب له أن يؤذنهم قبل ذلك وأن يأمرهم بالتوبة فكذلك وكذلك في الحج فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس وأعلمهم بالحج فيقاس على هذا الأمور المهمة وهذا كما عرفنا يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالحج من المسائل التي تؤخذ من هذا المقطع مسألة مهمة تتعلق بقول جابر رضي الله عنه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فإن هذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم لأصل عظيم من أصول الدين ظل فيه طوائف من الأمة وهذا الأصل هو أن العبادات والأحكام إنما تؤخذ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الغلط والزلل وهذا هو معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطبق السلف الصالح على هذا المنهج في القرون المفضلة ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل وقال رجل للإمام مالك ابن أنس رحمه الله يا أبا عبد الله من أين أحرم فقال من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال الرجل مستغربا هذا الجواب وأي فتنة في هذا وإنما هي أميال أزيدها قال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه في أقواله وأفعاله وتروكه فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي هذا المقطع يستفاد منه مسائل المسألة الأولى وجوب الإحرام من الميقات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ورد بيانا لواجب والقاعدة عند أهل العلم أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فإنه يحمل على الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت مكانية مختلفة في القرب من الحرم لا يجوز تجاوزها ممن أراد النسك إلا بإحرام والمقصود من هذا التحديد هو تعظيم البيت فلا يتجاوز أحد هذه المواقيت إلا محرما لله سبحانه وتعالى وقد ورد هذا التحديد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وقوله هن لهن لذكر ذلك من باب المشاكلة والأصل هن لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن من باب المشاكلة وجاء في سنن أبي داود وفي سنن النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق يقول ابن تيمية رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر رضي الله عنه على وفقه فإنه كان موفقا للصواب المسألة الثانية من المسائل التي تستفاد من هذا المقطع أن النفس يصح إحرامها بالحج أو العمرة وهذا محل إجماع كما حكاه النووي رحمه الله ومن باب أولى أنه يصح إحرام الحامل لأنها طاهر ويقاس على النفس الحائض لأنها في معناها وكما أن الإحرام يصح مع وجود النفاس والحيض فإنهما لا يبطلان الإحرام بعد إنعقاده فإذا أحرمت المرأة وهي طاهر ثم نفست أو حاضت فإن إحرامها صحيح ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها حاضت وهي متمتعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في حديث جابر اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي فيه ثلاثة أوامر الأمر الأول في قوله اغتسلي وهو يدل على أن المحرم يستحب له الاغتسال لحتى لو كان نفسا أو حائضا وقوله استذفري بثوب يعني ضعي ما يمنع خروج الدم من خرقة ونحوها وهذا هو الأمر الثاني والأمر الثالث في قوله وأحرمي وقد عرفنا أن المحرم إذا وصل أن من أراد الإحرام إذا وصل إلى الميقات لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام المسألة الثالثة دل هذا المقطع على أن من عرض له عارض أو حدث له أمر وهو محرم أو غير محرم فإنه لا يجوز له أن يقدم على شيء بالجهل فإن هذا لا يجوز فمن عرض له عارض أو حدث له أمر لا يجوز له أن يقدم عليه بالجهل ولهذا لما نفست أسماء رضي الله عنها كان من فقهها أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن حالها وما يترتب عليه من أحكام وهذا من فقهها رضي الله عنها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاء العي أي الجهل السؤال كما في حديث صاحب الشجة فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وكثير من الناس ويا للأسف من الحجاج أو غير الحجاج يقدم على الفعل ثم يسأل بعد ذلك وربما أخر بعضهم السؤال سنين عددا وهذا خلل في التعبد فالواجب على العبد إذا أقدم على عمل أن يقدم عليه وهو على بصيرة وعلم وقد مدح الله سبحانه وتعالى أصفياءه بأنهم مستبصرون بما يعملون فقال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار يعني أولي القوة في العلم والعمل والأبصار فهم لا يقدمون على شيء إلا وهم مبصرون والإبصار يكون بالعلم لأن العلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر وقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي هذه الخالصة هي ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فشأن هؤلاء المصطفين الأخيار أنهم أصحاب قوة في العلم والعمل ومن القوة في العلم أن الإنسان لا يقدم على شيء من العبادات أو العادات إلا وهو عالم بما يتعلق بها من أحكام قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به هذا المقطع من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه مسائل المسألة الأولى أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة وذلك يؤخذ من قوله فصلى في المسجد وأل هنا للعهد يعني المسجد ذي الحليفة فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم بعدها وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم بعدهما وليس للإحرام صلاة تخصه وسواء أحرم بعد الصلاة أو أحرم بعد أن يركب راحلته أو يركب لسيارته فإن ذلك جائز قد قال ابن قدام رحمه الله لا نعلم أحدا خالف في ذلك فسواء أحرم بعد الصلاة أو أحرم بعد أن يركب على راحلته فإن ذلك جائز من غير خلاف كما حكاه ابن قدام رحمه الله فالجواز ليس فيه خلاف وإنما اختلف العلماء في أيهما المستحب وذلك بناء على اختلافهم في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بعد أن صلى أو بعد أن ركب على الدابة أو بعد أن استواء على البيداء والبيداء هي المكان المستوي الذي أمام ذي الحليفة من جهة مكة قريبا من ذي الحليفة سميت بالبيداء لأنها ليس فيها بناء ولا أثر وإنما هي مستوية فسبب الخلاف في الاستحباب هو الاختلاف في صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم والذي دل عليه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته والذي ذهب له أكثر أهل العلم وهو الرواية المشهورة عند الإمام أحمد رحمه الله أن السنة هي الإحرام بعد الصلاة وذلك لما روى أبو داود عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لبن عباس رضي الله عنهما يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب يعني حين أحرم فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة يعني لم يحصل منه إلا حجة واحدة فلم يحج في عمره إلا هذه الحجة فمن هنا اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليف ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل يعني أحرم وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً يعني جماعات بعد جماعات فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما على شرف البيد أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين على على شرف البيداء يعني حين ارتفع على شرف البيداء وهو أعلاها والمكان المرتفع منها قال ابن عباس وأيم الله لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على على شرف البيداء قال سعيد بن جبير فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلى إذا فرغ من ركعته وهذا الحديث لصححه الشيخ لأحمد شاكر رحمه الله وقد استحسن هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ابن قدامة وقال هو المتعين لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة وكان الإمام أحمد رحمه الله يوسع في هذه المسألة وذلك لأن الجميع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة المسألة الثانية من مسائل هذا المقطع لقول جابر رضي الله عنه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك إذا تصور هذا المنظر العظيم الذي يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عزيزا منيعا وتصور خروجه صلى الله عليه وسلم في الهجرة طريدا قبل عشرين سنة ليس معه من أصحابه إلا أبو بكر رضي الله عنه فإن ذلك يورث في نفوسنا معنا عظيما وهو أن دين الله سبحانه وتعالى هو الغالب لكن ذلك يحتاج إلى صبر ومجاهدة وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا المعنى ويتذكر ماضيه مع المشركين ويشكر الله سبحانه وتعالى في دعائه ويحمده عليه فيقول عند الصفة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويقول ذلك عند المروه فيستشعر الإنسان هذه المعاني وأن دين الله سبحانه وتعالى هو الغالب وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة قول جابر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به هذا يؤكد ما تقدم وهو أن مصدر التلقي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله عز وجل أما العقول المجردة والمصالح المتوحمة فإنها فليست مصدرا للتلقي لأنها لو كانت صالحة لأن يتلقى الناس منها ما كان هناك حاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوم الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم عقول عظيمة ونظر كبير فلو كانت العقول كافية في حصور السعادة والهداية ما كان هناك حاجة إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أن الشريعة تعطل العقول بل العقول الصحيحة معتبرة في الشريعة ولا يمكن أن يخالف عقل صريح نصا صحيحا فإذا توهم إنسان المعارضة بينهما فإما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النص غير صحيح قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته هذه الجملة فيها مسائل عظيمة المسألة الأولى مشروعية التلبية والتلبية مشروعة بإجماع المسلمين ومعناها الإجابة بعد إجابة فإذا قال المحرم لبيك اللهم لبيك فمعنى ذلك إجابة لك يا الله بعد إجابة قال بعض العلماء وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله سبحانه وتعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى أي بدعوة وطلب منه سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يدعو عباده إلا إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم توعد الله سبحانه وتعالى من أعرض عن دعوته فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فذكر أمرين الأمر الأول في الدنيا وهو أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه فيريد أن يجيب بعد أن أعرض عن دعوة الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يستطيع لأن الله حال بينه وبين ذلك عقوبة له الأمر الثاني في الآخرة في قوله سبحانه وتعالى وأنه إليه تحشرون وإذا حشر العباد فإنهم يجازون على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر المسألة الثانية أجمع المسلمون أيضا على أن التلبية الواردة في حديث جابر رضي الله عنه وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الاقتصار على هذه التلبية وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها كما قال جابر رضي الله عنه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته ولو ولو أن المحرم زاد شيئا على التلبية من المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس بذلك لقول جابر رضي الله عنه فيما تقدم وَأَهَلَ رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه كان يقول لبيك حقا تعبدا ورقا ونبه الحافظ بن حجر رحمه الله على أن المحرم إذا زاد شيئا من عند نفسه فينبغي له أن يفصله عن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حتى لا يلتبس به قال رحمه الله وإذا اختار ما جاء موقوفا يعني عن الصحابة رضي الله عنهم أو أنشأ هو من قبل نفسه مما يليق به أو مما يليق أي من الكلام الذي يليق وليس فيه محدور شرعا قاله على انفراده يعني فصله عن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع قال وهذا شبيه بحال الدعاء في التشهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء أي بعد أن يفرغ من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود الحافظ بن حجر لرحمه الله أنه لا يخلط ما يقوله من عند نفسه بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه وإنما يقوله بعد أن ينتهي من التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة من مسائل هذا المقطع مسألة عظيمة وهي أن التلبية هي توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جابر رضي الله عنه فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فالتلبية هي التوحيد بخلاف تلبية المشركين فإنها هي الشرك لأنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأثبتوا لله سبحانه وتعالى شريكا أما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فهي توحيد لله عز وجل ومن أعظم مقاصد الحج إلى البيت العتيق إظهار شعيرة التوحيد وإعلانها وتعظيمها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج من سورة الحج ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه ووحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهذا مثال بليغ ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شبه الله عز وجل فيه التوحيد والإيمان بالسماء المرفوعة المحفوظة وشبه من ترك التوحيد والإيمان بالساقط من السماء فإنه يكون عرضة للآفات والبلايا فهو بين حالين إما أن تخطفه الشياطين وتمزقه من كل جانب وإما أن تأخذه عاصفة من الظلال والانحراف فتذهب به إلى مكان سحيق بعيد عن الخير والهدى ومواطن السلامة والنجاة والله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج قبل هذه الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وإذا تأملنا واقع بعض المسلمين في الحج لنجد تساهلهم في الوقوع في الشرك وأسبابه من دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغيره وهذا فضلا عن كونه مخالفا لمقصود عظيم من مقاصد الحج فإنه يؤدي إلى بطلان العمل ويؤدي إلى العقوبة العظيمة التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه شرك وهو لا يقع منه صلى الله عليه وسلم لشرك بالله فإن الله يبطل عمله فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ويقول سبحانه وتعالى لَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ويقول في آية أخرى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لتوحيده وأن يجنبنا الشرك به ومعصيته إنه سميع مجيب اشتركوا في القناة